قال سفير بدر عبدالعاطي المتحدد باسم وزارة الخارجية إن نبيل فهمي وزير الخارجية وصل جولته في عدد من دول حوض النيل وبدأ اليوم زيارته للكونجو عقب زيارة تنزانيا التي اختتمها مساء الأمس السبت بمقابلة جاكايا كي كويتي الرئيس التنزاني وقام فهمي خلال المقابلة بتسليم الرئيس التنزاني رسالة من الرئيس عدلي منصور تتعلق برؤية مصر لتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع تنزانيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية فضلا عن مجمل الأوضاع الإقليمية في القارة الأفريقية بصفة عامة بما في ذلك العلاقة مع الاتحاد الأفريقي ومياه النيل بصفة خاصة وأكد عبدالعاطي أن الرئيس التنزاني أكد خلال اللقاء تفهم بلاده الكامل لأهمية مياه النيل الحيوية لمصر مؤكدا أنه من الضروري أن تعود مصر للعائلة الأفريقية التي كان لها دور رئيسي في بنائها مؤكدا أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيمثل خطوة حاسمة في هذا المصار إفريقيا أيضا وصل إلى القاهرة صباح اليوم المبعوث الشخصي لرئيس جنوب أفريقيا سيابونغا سويلي وزير أمن الدولة قادما من إثيوبيا في أول زيارة لمصر منذ 30 يونيو يلتقي خلالها مع عدد من كبار المسؤولين وقالت مسؤولة بسفارة جنوب أفريقيا في القاهرة كانت طبعا هذه المسؤولة في استقبال المبعوث أن الأخير يحمل رسالة من الرئيس جايكوب زومة إلى الرئيس عدلي منصور تتناول آخر تطورات الوضع في المنطقة وصبل دعم علاقات التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا ترجمة نانسي قنقر